قبل بداية المقطع حابب نوى على عدة شغلات اولا اذا كنت جديد على القناة الحين انت جديد قاعد شوف المقطع صحيح اشترك وخليه نوصل 50 الف اليوم بذن الله اليوم نوصل 50 الف بذن الله الشي الثاني هذا حسابه في انستقرام للي حاب يعلن او يتواصل الشي الثالث طبعا الدوير السعودي خلاص حجب ورسميا كل المقاطع الحين لو انا ازل لكم مقطع ممكن تسرلي شغلة كبيرة وراء هذا المقطع للمباراة عرفتوا كيف فكل اليوتيوبر صاروا يعانوا من هذا الشغلة فانتوا بطبعا عارفين انه انا ما اطلع وجهي بس في المستقبل بذن الله ان شاء الله نشتغل على هذا الشي حاليا انا راح اردلكم صورة المباراة واتكلم ردت فعلي يعني انا اعطيكم رأي على المباراة عرفتوا كيف رأي على المباراة والفريقين وكل شي فقبل ما نبدأ زي ما قلت لكم اصروا القناة 50 الف ما راح تخسروا شيء اليوم بذن الله نقدر نوصلها 50 الف والله العظيم انه اليوم نقدر نوصل 50 الف لو كل واحد شاف المقطع وكان جديد اشترك والله نقدر اليوم وما راح تخسر شيء اسعدني خلينا نوصل 50 الف اليوم انا صحيح احلاوي اقول مبروك للاتحادية والله مبروك لكم يا اتحادية تستحقوا فريقكم لعب وقدم مداحله وانا احترم جمهور الاتحاد بس اتمنى ما اشوف الشكليات السيئة اللي تجيك في التعليقات واللي تسب وتشتم لانه انا سابق لي واذكرت انه اي شخص راح يشتمني او راح يغلط علي ما راح يسامحه يوم القيام الله سبحانه وتعالى راح ياخذ لي حق منه وراح ااخذ حسنات بالعكس سبني يا رجال فداك خلني ااخذ حسنات خلني ااخذ حسنات وانت خذ سيئات خذ سيئات الين ما ترتاح وانا اخذ حسنات من وراك وانا من برتاح فعشان كده خلونا نكون اخوان قبل ما نبدأ المقطع وكل شيء ونكون احبه في النهاية هي كرة قدم والله اللعيب اللي في الملعب لا دروا لا عني ولا عنك وانا نتعصب ويا طحلبي ويا خدمي ويا مدري واش طبعا قلت ذي الكلام يعني انه هذا الكلام المتداول بالجمهور والله يشوفه انا عندي زملاء اصدقائي عند التحاديين وغيرهم والله انه يخسر الله اللي ولا اهتميت يا رجال في النهاية كلها كرة ركزي على اشياء اهم ركزي على دراستك ركزي على حياتك ركزي على صحتك طيب حركت عصابك رفعت ضغطك جاك الله لا يقدر السكر جاك الضغط واش بتستفيد باللهي لعيبت الاتحاد واللهي بيفيدوك اقسم باللهي ما رح يفيدوك واللهي العظيم لن يفيدوك ولا رح يسولك اي شي بالعكس بتقول يا ليتني ما شدعت كرة يا ليتني وتندم وتتحسر خليك زي يا رجال روّق وفي الامها ولك انه المباراة سارت وفي النهاية اللي كاتب ربك بيسير الاهلي في ثمانية سنين متفوق على الاتحاد في الدوري وقبل الاتحاد برضو كان متفوق لكن الان الاتحاد فاز وكسر العقدة مبروك يا جمهور الاتحاد زي ما ذكرت لكم نتكلم بشكل سريع عن المباراة بتشكيلة الفريقين الاهلي بدأ حرص المرمى محمد العويس محمد العويس يلا يتو كان موجود لو العويس كان موجودها كانت حسنه فيه تحورات لانه العويس كويس في بناء الهجمة اكثر من المسايرين العويس يعرفي لعب ركلة مرمى بشكل ممتاز جدا وايضا عن تمركزاته فيها وعي وخبرة اكثر بكل امان اكثر من المسايرين ما احترام من المسايرين في الدفاع معتزه وساوي ومحمد خبراني ما اسوى ذاك الشيء الكبير بكل امانة في الظهير ليمن حسون ما اسوى اي شيء يعني اسوى شيء بس مو كثير ليما ابدا يعني برضو ليما وحسون يعني متوسطين بكل امانة الوسط فجسة ما هم قصر فجسة قاعد يلعب بروح عالي الصراحة لاعب يعني كويس طاح الجوال وجاف مكار اوكي اوكي ما اخبغ يجعبون بالعيد طيب فجسة ومعاه كان المقهوي بعدين شوط ثاني المدرب خرج المقهوي ودخل نوح الموسى ونوح الموسى سوى تغيير صراحة في خط الوسط لعب كم كورة حلوة نوح الموسى لهلي بحاجة نوح الموسى بكل امانة اساسي من المبرايات الجاية اتمنى تشكيل تلهلي من المبرايات الجاية نوح الموسى وفجسة سوى قدامهم فتوحي في الجناح ليه منقوسه في الجناح ليسر متريتا والمهاجم سلمان الموشر البعض يقول لي عمر السومة ليش ما تبغى يلعب بس خلينا اكمل لكم شكية الاهلي فتسة والمقهوي بعدين في اليمين المؤشر في اليسار متريتا والمهاجم أو صانع اللعب فتوحي والمهاجم السومة بكل امانة السومة خلاص اتمنى اتمنى من جمهور الله ليسمع هذا الكلام جيدا اتمنى من جمهور الله ليركزوا على هذا الكلام السومة لاعب كبير لاعب ما قصر معانا جبلنا ما شاء الله الدوري جبلنا السوبر جبلنا كاس الملك جبلنا كاس ولي العهد ما شاء الله عليه ما قصر سوا كل عليه بس بكل امانة السومة ما هو المهاجم اللي انت تحتاجه في الدور السعودي بالضبط في الدور السعودي بالضبط انت ما تحتاج لاعب مثل عمر السومة حاليا مع التطور اللي شفناه في السنين الاخيرة مع زيادة عدد الاجانب انت بحاجة لاعب مهاجم حركي حركي كيف يعني حركي جسمه كيف اقول لكم يعني نحيف ومو نحيف مرة بس متوسط شوية على قل وحتى لو كان نحيف ما في مشكلة وسريع ويقدر يراوغ ويسوي لك شيء السومة لاعب صندوق السومة لاعب صندوق قاعد يحاول يخرج من مطقة الجزاء ويحاول يراوغ ويسحب هذا الشيء أبدا مو مناسب على السومة هذا الشيء شفناه في مبارات اليوم السومة مو مناسب لهذه المهام السومة لاعب صندوق يلعب لك ركلات ثابتة يلعب لك بالراس يلعب لك بالرجل ويوم توصل له الكورة غير كذا لا يقعد انت تحتاج في الدور السعودي لاعب يراوغ لك وزي كذا فإذا تبه السومة يستمر أنا بالعكس أنا أحب السومة السومة أسطورة من أساطير النادي الأهلي السومة لاعب كبير السومة له تاريخ له فضل على الهلي بعد الله سبحانه وتعالى والهلي له فضل على عمر السومة مو بس السومة له فضل حتى لهلي له فضل على السومة عرفتوا كيف لكن لازم إذا تبه السومة يستمر تجيب معاه مهاجم ثاني وتلعب بأربعة ربعة ثنين أو أي تكتيك ثاني يكون فيه مهاجمين مهاجم حركي والسومة أم أنك تلعب لي بأجنح الحركيين وصانح حركي وصانح حركي ما رح قدمولك شي مع مهاجم مثل السومة صندوق أنت تحتاج مهاجم ثاني مع السومة يساندو يكون لاعب حركي مثل الجانيني يا أخي حسين المعيني ما أدري ليه له اللي يضحى فيه ما أدري ليه يضحى فيه لاعب حركي لاعب يقدر يروح ويرجع ما أدري الصراحة يعني أنا شوف السومة أبداً مو مناسب أنه يكون اللاعب الحركي نتكلم عن شكيلة الاتحاد الاتحاد دخل قروهي الحجازي اللي قدم مبارا كبيراً أنا بقول بمدح اللعيب اللي قدم مبارا قروهي قدم مبارا جداً جميلة ما قصر من أفضل حراس الدوري أنا أعتذر سابقاً الجمهور الاتحادي في ظلمته قلوب الدفاع حجازي والصحفي أبداً ما قصر خصوصاً حجازي من أهم نجوم المبارا يعني حجازي صفقة كبيرة جداً الاتحاد هنيكم عليه ما شاء الله تبارك الله في اليمين سعود عبد الحميد أيضاً ما قصر حمدان الشمران يعني نص ونص الأحمدي وهريكي برضو ما قصر يعني نص ونص قدر تقول بس برضو ما قصروا فهد المولد اللعب مبارا حلوة رومارينيو ما قصر رودريقز ما قصر البيش كل لعبة الاتحاد ما شاء الله اليوم لعبه بروح حلوة الاتحاد يستحق الفوز الأهلي ما يستحق الفوز أبداً المدرب يبغانوا مراجع للأداء لأنه الأول فوزين بكل أمانة صدفت مع الأهلي الحظ ساعد الأهلي الأهلي يحتاج تكتيك كويس بكل أمانة من يوم ما جاء في لادان ما شفنا تكتيك تكتيك ما في أنت كفريق كرة قدم تحتاج يكون عندك تكتيك معين الأهلي ما عنده تكتيك الاتحاد كان عنده تكتيك كان عنده ترتيب كان عنده تنظيم كويس لو تشوف لعبت الأهلي لو أوريكم بس أنا ما أقدر أعشى الحقوق زي ما ذكرت لكم قناتي بتنحدف لو نزلت لكم مقاطع حسون كنا نشوفه جناح أيمن جناح أيمن والمؤشر هو الظهير ليمن الأهلي ما عنده تكتيك ثابت اللاعب الظهير ليمن مفروض يبقى وراء زي ما تشايفين في عبد الحميد وزي كده الأجنة هم اللي هاجم والأظهر يسانده فقط ففي النهاية هذا هو رأيي بكل أمانة على المباراة زي ما قلت لكم الاتحاد استحق الفوز الاتحاد أفضل نجم المباراة بالنسبة لي أشوف ممكن يكون أحمد حجازي قدم باراة جدا كبيرة بالإضافة الرومارينيو من الأهلي ما في ذاك اللاعب لكن متريتا ما قصر متريتا قدم داحلو كان هو اللاعب الوحيد اللي الصراحي استحق لشهادة من لعبة الأهلي غير طبعا نوح الموسى اللي برضو ما قصر غير كده نقول الأهلي يبغى له مراجعة من الإدارة ومن المدرب يبغى لهم يجتمعوا ويركزوا كويس كيف يرجعوا الأهلي من جديد للبطولات مبروك لكم يا اتحادية هارض لكم يا الأهلاوية لسه الدوري طويل لسه فيه فرصة للتعديل آآ وخلاص كان معك فارس فارس وفشل شكرا لكم معتابة المقطع وبإذن الله اذا كنت جديد على القناة ناك تشترك وتفعل جرسة انبيات وتوصل للخمسين الالف شوف مقطع ثانا بإذن الله مع السلام